وفي آخر التطورات والأخبار قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منذ قليل أن أنقرة لن توافق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي وكانت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون قالت أن عضوية النيتو تتطلب عددا من الخطوات منها وثاقة برلمانات الدول العضاء وفي كلمة أمام البرلمان للحصول على موافقته بشأن عضوية حلف النيتو شددت أندرسون على أن الوقت مناسب لأن القرار مشترك مع فنلندا في سياق نفسه دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوروبي إلى وقف تقديم المال مقابل الطاقة لروسيا لأن ذلك يتعارض مع مساعدة الاتحاد لكييف علم ثالث تبغي السويد إعلاءه في المنظومة الأوروبية تعرف رئيسة الوزراء مكدالينا أندرسون أن العضوية في حلف الشمال الأطلسي تحتاج إلى عدد من الخطوات بينها موافقة برلمانات الدول العضاء للحلف من قلب البرلمان تؤكد أندرسون أن الوقت مناسب فهناك شريك أوروبي يطلب العضوية ذاتها هو فنلندا التي انتهجت الحياد الذي خدم السويد سابقا لكنه لن يخدمهما مستقبلا أفضل شيء لأمن بلدنا هو أن تتقدم السويد للحصول على عضوية الناتو أننا نفعل ذلك الآن مع فنلندا وبعد المناقشة في البرلمان تكون الحكومة مستعدة للقيام بالقطوات ستكون هذه نقطة البداية يجتمع الأوروبيون في العاصمة البلجيكية بركسل لبحث عقاب جديد لروسيا فانضمام السويد وفنلندا وإن كان يغيض موسكو إلا أنه لن يتم سريعا منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بورا ليؤكد بذل قصار جهده لمعالجة مشكلات بعض أعضائه التي تحول دون فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي سنناقش مع كندا العقوبات الجديدة التي يمكن فرضها على روسيا بشكل مشترس وعلينا أن نتخذ القرار على هذا الأساس بعض أعضاء الاتحاد لديهم مشاكل أكثر من الآخرين هناك مدان لديها مشاكل لوجستية وبعضها لا تمتلك خيارات غير روسيا سنناقش هذه الأمور كلها وسنبذل جهدنا لست متأكدا أن نصل إلى قرارات كافية لأن الظروف صعبة الصعب في نظر أوكرانيا أن يستمر الدفع لروسيا نظر الطاقة الاتحاد الأوروبي يدفع الثمن مرتين مرة بمساعدة أوكرانيا وثم بالدفع إلى روسيا مقابل الطاقة وهذا يعني ثمنا لسلب أرواح الأوكرانيين بالسلاح الروسي هذه القضية وقضايا أخرى كالمشاركة الأوروبية في أعمار أوكرانيا بعد الحرب أناقشها مع وزراء خارجية الاتحاد التقوا هنا مرات عدة منذ ثلاثة أشهر يرتجون اليوم زاوية لا تتألم منها روسيا بقدر ما تتعافى بها أوروبا هكذا يأملون وفي طار ردود الفعل وصف نائب وزير الخارجي الروسي سرغير رياباكوف انضمام السويد وفنلندا إلى النيتو بالخطأ الذي ستكون له عواقب بعيدة للمدى وأضاف ريابكوف في تصريح صحفي أن موسكو لن تتقبل ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى النيتو مشددا على أن الوضع العالمي سيتغير جذريا بعد القرار السويدي بالانضمام إلى الحلف وفي موسكو قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انضمام فنلندا وسويد لا يشكل تهديدا لروسيا إن لم تتوسع البنية التحتية العسكرية للحلف إلى الدولتين تصريحات بوتين جاءت خلال قمة التأمت في الكريملين وضمت رؤساء كل من بلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وتاجيكستان وقرغيزيا معسكران جديدان قديمان غربي وشرقي يتواجهان قمة لرؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الكريملين على خلفية اجتماع برلمانات كل من فنلندا والسويد لاتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى النيتو يرى بوتين أن انضمام الدولتين المحايدتين تاريخيا بحد ذاته لا يشكل خطرا على روسيا ويضع الشروط مجددا توسع البنية التحتية العسكرية إلى هذه المناطق سيثير رد فعلنا وسوف نتخذ القرار بشأن هذا الرد سيكون انطلاقا من المخاطر التي سوف تظهر من هناك اتخذ الكريملين قرار البدء بالعملية العسكرية في أوكرانيا منفردا ويبدو أنه بات يبحث اليوم عن دعم سياسي اقليمي وتضامن عسكري من دول الجوار بعد أن أظهر الغرب في إطار حلف النيتو تضامنا عسكريا واقتصاديا وسياسيا لمواجهة موسكو نشهد دكون منظومة أمنية جديدة وموسكو بحاجة لتكويل كتلة متضامنة وسوف تلعب هذه الكتلة دورا في رسم سياسة واضحة ليس في أوكرانيا فحسب بل في المنظومة العالمية الأمنية الجديدة روسيا عماد منظمة معاهدة الأمن الجماعي أسست المنظمة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وضمت تسعا من جمهورياته ولم يبق منهم إلا ستة وبقيت أخرى محايدة بينما اختارت الباقية الميول غربا وهو ما لا يرضي موسكو إذن هي مواجهة بين موسكو والغرب سياسية مباشرة عسكرية بالوكالة ارتداداتها الاقتصادية تلقي بظلالها على كثيرين محمد حسن العربي موسكو ميدانيا قالت القوات الجوية الأوكرانية أن صواريخها المضادة للطائرات أسقطت صاروخين من ترازي كروز وسبع طائرات روسية مسيرة وطائرتين مروحيتين وأشارت الهيئة العامة للأركان إلى أن القوات الأوكرانية صدت سبعة عشر هجوما روسيا ومنعت القوات الروسية من عبور نهر إنهوليتس شرقية أوكرانيا وأشارت إلى أن القوات الروسية استهدفت ثلاثا وعشرين منطقة في الدومباس ألحقت أضرارا كبيرة بعشرات المنازل وفي البنية التحتية أعلنت الاستخبارات العسكرية البريطانية أن نشر بيلاروسيا قوات قرب الحدود الأوكرانية قد يمنع الجيش الأوكرانية من تقديم الدعم لإقليم دومباس أضافت الاستخبارات البريطانية في نشرتها اليومية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا أن بيلاروسيا نشرت قوات ووحدات من الدفاعات الجوية والمنظومات المدفعية ضمن إطار تدريبات عسكرية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا وأكدت أن بيلاروسيا لم تنخرط مباشرة في الحرب الروسية على أوكرانيا تجنبا لعقوبات غربية نتابع آخر التطورات مع شبكة مراسلين يعود معنا محمد حسن من موسكو أيضا علي رباح من كياب وأحمد غنام من أنقرة ونبدأ معك أحمد بآخر التصريحات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان التي يرفض فيها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بالفعل جمال التصريحات الرئيس التركي ربما كانت مفاجئة لأن هذا التصريح كان واضحا بأن التركيا لن توافق على طلب انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الناتو وقال بأننا لن نعطي الموافقة أو نعم على من يفرضون علينا عقوبات وهنا إشارة تحديدا إلى السويد التي تفرض بعض العقوبات في مجال تصدير على السلاح وكذلك ربما أيضا الدول الأخرى وهنا إشارة ربما مبطنة أيضا رسائل مبطنة لبعض الحلفاء في حلف الناتو منهم الولايات المتحدة الأمريكية وقال نحن ندرك جيدا مقولة بأنه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وهنا إشارة أيضا أشار إلى أن اليونان كانت فيما مضى قد خرجت من حلف الناتو ثم عادت إليه لكن حينما وافقت تركيا كانت قد أخذت ضمانات لكن تحدث بأن اليوم من يعدعمون اليونان في مواجهة تركيا أو في إزعاج تركيا هم أعضاء في حلف الناتو فبالتالي تركيا لا تثق بما يقوله هؤلاء الحلفاء على حد تعبير الرئيس التركي وقال بأن هناك حديث بأن الوزراء الخارجي لكل من السويد وفنلندا سيأتيان إلى أنقرة يوم الاثنين القادم وقال بأنهم لا دعي لأن يتعبوا أنفسهم ويأتوا إلى هنا من أجل إقناعنا فلن نقتنع وهنا كان إشارة واضحة من الرئيس التركي بأن بلاده لن تعطي الموافقة على انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو وذلك بأن تركيا لديها تحفظات على دعم كل من السويد وفنلندا لما تصفها بالتنظيمات الإرهابية وهنا حزب العمال الكردستاني وكذلك ذراعه السوري حسب ما تصفه وهو وحدات حماية الشعب الكردية وقال أردوغان بأن حتى اللحظة لا يوجد أي تصريح واضح أو موقف واضح من كل الجانبين أو من كل الدولتين السويد وفنلندا حيال مقاطعاتهما أو اعترافهما بتوصيفه من هذين التنظيمين بأنهما تنظيمين إرهابيين وأن لا يوجد أيضا إبداء موقف في حيال تسليم بعض المطلوبين من العناصر التي وصفها الرئيس التركي بالعناصر الإرهابية والتي هي موجودة داخل السويد وفنلندا وقال حتى اللحظة بأن الدعاية لهذه التنظيمين موجودة بشكل واضح في كل من السويد وفنلندا فبتالي ربما تركيا هذه المخاوف الواضحة التي لديها وتحفظاتها بشأن الدعم الذي تصفه من كل من السويد وفنلندا إلى التنظيمين حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري الوحدات حماية الشعب الكردية ربما لن تعطي الموافقة على انضمامها لحلف الناتو محمد حسن من موسكو في كل حالات بوتين قلل من أهمية هذه الخطوة من طرف فنلندا والسويد في حال لم تتوسع البنية التحتية كما يقول لحلف الناتو في هذين البلدين نتابع بعك أيضا أعمال هذه القمة الملتئمة الآن في موسكو محمد نعم إجمالا هذه القمة كانت تتحدث عن أهمية تعزيز التضامن والتفاعل السياسي بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة تعزيز التعاون العسكري زيادة عدد المناورات العسكرية لأن جميع المشاركين في هذه القمة اجتمعوا على أن التفاعل العسكري هو الذي سيزيد من أمن هذه الدول هنا لابد من الإشارة إلى عمل هذه المنظمة في الفترة الأخيرة ودورها في فرض الاستقرار حسب موسكو وحسب المشاركين فيها في الفترة الأخيرة آخر هذه المشاهد كانت في كازاخستان مطلع هذا العام عندما كانت هناك قلاقل اتهمتها السلطة حينها بأن أياد أجنبية تحاول زعزعات الاستقرار وطبعا الغرب قال بأنه قد يكون هناك فعلا حراك شعبي يريد تغيير في السلطة ولكن أي كان قامت قوات هذه المنظمة تحديدا بنشر قوات حفظ سلام وعمادها القوات الروسية وتم فض الموضوع بسرعة نسبيا وكان ذلك قبل الأزمة الأوكرانية قبل ذلك في بيلاروسيا أثناء الانتخابات الرئاسية كان هناك حراك في الشارع اتهم حينها الرئيس بيلاروسي لوكاشينكو الغرب بأنه هو الذي يدبر هذا الحراك ومجددا كان هناك تفاعل بين موسكو وبيلاروسيا أدى في نهاية المطاف إلى فض هذا الحراك رغم أن الغرب لم يعترف به لوكاشينكو حتى الآن رئيسا منتخبا شرعيا بعدها كانت أزمة اللاجئين على حدود بيلاروسيا وبطريقة أو بأخرى عاد الغرب ليحاور لوكاشينكو ويحاور بوتين وانتهى الموضوع كل هذه المشاهد يعتبر المشاركون في هذه القمة أرمينيا كذلك تشهد بعض الحراك الشعبي المطالب برحيل نيكول باشينيان كل هذه المشاهد دفعت المشتركين اليوم للإجماع على أن التمسك جنبا إلى جنب والتعاون العسكري والاقتصادي هو السبيل الأمثل والأفضل لمواجهة ما كانوا يصفونه بأنه بمواجهة الغرب إجمالا ومن يريد الضرر بهذه الدول حسب تصريحات المجتمعين في هذه القمة بالتوازي مع ذلك تتواصل العمليات العسكرية الجوية على الأقل ونتابع هنا معك علي رباح من كييف آخر التطورات الميدانية على الجبهة الشرقية بإعلان أوكرانيا إسقاط صواريخ كروز سبع طائرات روسية مسيرة وأيضا طائرتين من وحيتين بالفعل جمال بداية كنا نتحدث في الأيام والأسابيع القليلة الماضية عن موضوع خاركييف في شمال شرق البلاد ومسع الجيش الأوكراني لوصول بطبيعة الحال بعد انسحابات الجيش الروسي من تلك الجبهة إلى الحدود الروسية الأوكرانية اليوم للمرة الأولى يتحدث الجيش الأوكراني عن وصوله إلى الحدود الروسية الأوكرانية وعن طرد الجيش الروسي باتجاه داخل الأراضي الروسية وبالتالي باتت المعركة الآن باتجاه واحد وهي الشرق الأوكراني تحديدا الجيش الأوكراني بدأ يضغط باتجاه الشرق وأيضا الجيش الروسي ولذلك الجميع يتحدث هنا عن معركة شرسة في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة في الشرق الأوكراني وربما بدأنا نشهد ملامح هذه المعركة اليوم يتحدث الجيش الأوكراني عن قصف روسي لـ 23 موقعا فقط في الساعات القليلة الماضية في عموم الدومباس وبطبيعة الحال هذه الغرات استهدفت مواقع متعددة بمعظمها السكنية أيضا هنا نحن في زاباروجيا جنوب شرق البلاد باتت القوات الروسية تبعد عن المدينة حوالي 25 كم فقط وبالتالي هناك اعتقاد أيضا هنا في المدينة بأن الجيش الروسي سوف يواصل التقدم بطبيعة الحال الجيش الأوكراني يحاول جاهدا صد هذا التقدم ولكن لا معطيات إضافية حتى هذه اللحظة بما أن الجيش الأوكراني بطبيعة الحال يتكتم حول مجريات هذه العملية اليوم في خيرسون أيضا إلى الجنوب كان يتحدث الجيش الأوكراني عن أن الجيش الروسي أوقف عملياته في هذه الجبهة وبدأ يحصن مواقعه ربما تمهيدا لمعركة أخرى أيضا يتحدث عن أن الجيش الروسي بات منهكا وبالتالي أيضا إذا ذهبنا جنوبا قليلا الجيش الروسي أيضا استهدف اليوم مدينة أوديسا بمجموعة من الصواريخ وبالتالي كما قلنا بداية هذه الرسالة جمال المعركة باتت الرئيسية في الشرق الأوكراني كما قال أيضا الرئيس بوتين سابقا بأن الهدف الروسي هو السيطرة على الشرق الأوكراني نعم جمال علي رباح من كييف محمد حسن من موسكو وأحمد غناء من أنقرة شكرا جزيلا لكم إذن مساعي سويدية فلندية للانضمام إلى حلف الناتو هل أجهزها رئيس التركي رجب طيب أردوغان برفضه والذي أعلنه منذ قليل أطرح السؤال على ضيفي زهي علاوي السحفي مختص بشؤون الأوروبية نضم إليها من برلين برأيك هل أجهز رئيس التركي هذه المساعي الفلندية والسويدية أم ربما الموقف التركي قد يكون قابلا للتغيير لا سيما وأن وزير الخارجية التركي تشوش أوغلو أمس قال بأن تركيا ربما بحاجة إلى ضمانات قوية من هذه الدول للقبول بانضمامها للناتو هو بالفعل الرئيس التركي والحكومة التركية ترى بأنه لا بد من أن يكون هناك ضمانات أمنية ضمانات الأمنية تشمل أيضا أن يكون هناك رفع لحضر توريد الأسلحة إلى تركيا إضافة إلى محاربة ما وصفتهم تركيا بالأحزاب وأعضاء المنظمات الإرهابية المقصود أن هي أعضاء حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية التي هرب أعضوها كما تقول تركيا إلى فنلندا والسويد وبالتالي هذه المطالب ترى تركيا بأنها محقة وأنها ضرورية خاصة وأنه لا يمكن حسب التصريحات التركية دعم قوى الإرهاب وكذلك أن يكون هناك انضمام أن يكون هذا الدعم من دول منضمة تحت لواء حلف الناتو إذن الرئيس التركي يرى بأنه يمكن تحقيق هذه المكاسب وأعتقد أن المواقف السابقة للرئيس التركي سواء فيما يتعلق بعلاقته مع الاتحاد الأوروبي بموجة اللجوء كل هذه القضايا كان هناك إصرار تركي على المطالب التي يرودها ولا طالما حقق هذه المطالب وأعتقد أنه سيصر هذه المرة ويبقى مصمما على المطالبة بهذه خاصة فيما يتعلق برفع الحظر عن توريد الأسلحة وكذلك عدم السماح لأخذ المنظمات التي يصفها بالإرهابية نعم إلى فرضية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو وبالتالي حدود دول البلطيق لم تعد محايدة ما تدعيات هذه الخطوة برأيك على الجانبين روسيا كرد فعل وأيضا على أوروبا ودول حلف الناتو أعتقد أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يسعى من ذلك من هذه الخطوة بضخ مزيد من الأسلحة والترسانة الحربية إلى بحر البلطيق الأمر الذي سيقابله أيضا رد فعل روسي وبالتالي لا أستمع لأن يكون هناك أيضا نوع من دفع بالأسلحة الروسية ونص بعض الصواريخ النووية أو الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوس النووية وبالتالي أعتقد أن هذا سيهدد المنطقة برمتها الرئيس الروسي قال أنه لا داعي ولا يوجد تهديد ولا يوجد مشاكل مع هاتين الدولتين وبالتالي لا داعي لانضمامهما لحلف الناتو الإصرار من هاتين الدولتين يعني هناك أيضا تقارب مع الدول الغربية الخروج من ما عرفت طوال الفترات الماضية بأنه الوقوف على منطقة الحياد عدم التدخل في الحروب عدم التدخل في النيعزعات العسكرية إذن هذا سيعيد خلط الأوراق طبعا المبرر لدى الدولتين بأن التهديد الروسي للمنطقة أصبح قريبا وأصبح الآن جليا خاصة وأن العقوبات وأن التهديدات الدولية لم تمنع روسيا من الهجوم على أوكرانيا وبالتالي لا بد من أن يكون هناك أيضا قوة يمكن أن تساعد هاتين الدولتين بالدفاع عن نفسهما وهذه القوة تتمثل بانضمام هاتين الدولتين إلى حلف الناتو نذكر هنا بأن انضمام هاتين الدولتين هو رهيم بقبول كل الأطراف في دول الناتو فإذا رفضت تركيا فأن عملية الانضمام ستسقط بطبيعة الحال ولن تتم طيب دعنا نعود إلى الجانب الأوروبي في حال انضمام هاتين الدولتين بطبيعة الحال هل أوروبا ربما ستدفع الثمن ثمن هذا الانضمام هل هي قادرة على مواجهة تداعيات هذه الخطوة في مواجهة روسيا هذا هو السؤال الأهم وهذا ما أكده الأوروبيون في جميع تصريحاتهم السياسية واجتماعاتهم وطبعا نتائج هذه الاجتماعات كانت بأن أوروبا تدرس وتحسب هذه الخطوات وإلى أي مدى يمكن لأوروبا أن تواجه مثل هذه الخطوة وتداعيات هذه الخطوة طبعا هناك تداعيات الهدف الأساسي هو زيادة الضغط على روسيا زيادة الضغط سواء العسكري أو كذلك السياسي والاقتصادي على روسيا تتراجع عن خططها العسكرية وأن تخفف من حدة قوتها العسكرية على أوكرانيا وبالتالي أعتقد أن تداعيات هذه الخطوة سواء حتى زيادة العقوبات رفع هذه العقوبات أو حتى انضمام مزيد من الدول إلى حلف الناتو سيكون لها أيضا تبعات كبيرة العلاقات مع روسيا لن تكون كما كانت فيها السابق حتى الآن ولن تبقى على حالها خاصة وأن المصالح صحيح أنها موجودة أوروبا بحاجة إلى الغاز الروسي ومصادر الطاقة الروسية لا يوجد بدائل وهذا ما تعلمه روسيا ولكن إلى أي مدى يمكن للاتحاد الأوروبا أن يبقى معتمدا بشكل كبير على الغاز الروسي الأوروبيون يأكدون رغم الصعوبات ورغم المشاكل ورغم تداعيات ذلك على الاقتصادات الداخلية إلا أنهم يسعون لإيجاد هذه البدائل ولكن أعتقد أن الأوروبيون أيضا سيدفعون ثمن هذه الخطوة إما على الصعيد الأمني خاصة وأن الرئيس الروسي هدد الأوروبيون أيضا أو حتى على الصعيد الاقتصاد نعم أشكرك زاهي علاوي السحفي المختص بالشؤون الأوروبية كنت معنا من برلين ترجمة نانسي قنقر